لازلنا وإياكم مع سيرة سيد المرسلين حبيبنا محمد رسول رب العالمين ومع الدرس التسعين من سيرة حبيبنا فبعد أن عارض المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا في اللقاء الماضي أنهم طلبوا منه أموراً هي لهم ليعرفوا كرامته عند ربه وسع لنا الأرض سير لنا الجبال ثم خصب لنا الأرض ثم فجر الأرض يا نابيع فتحدثنا عن هذا ثم طلبوا منه أموراً أخرى لفائدته هو حتى تتبين مكانته عند الله فطلبوا منه أن يرزقه الله تعالى بيتاً من زخرف من ذهب ومن فضة وأن يُعطى بستاناً نظراً ملتف الأشجار تتدفق الأنهار وتجري من خلالها حتى يتتبين مكانته عند ربه فتحدثنا في اللقاء الماضي وقلنا إن الداعية إلى الله تعالى يمكن أن يكون غنياً ويمكن أن يكون فقيراً المهم والمقصد الذي انتهينا إليه في اللقاء الماضي أن الداعية إلى الله تعالى عليه أن يكون غنياً بربه غني القلب فإذا كان غني القلب بالإيمان سواء أعطي الدنيا أم لم يعطها فقلبه المليء بالإيمان إذا أعطي الدنيا كانت الدنيا في يده فصخرها في الدعوة إلى الله وإن كان فقيراً وأعطي الإيمان في قلبه صبر وتعامل مع الله تعالى سبحانه عز وجل بل رأى في حرمانه من المال نعمة تعينه على أن يتفرغ للدعوة هناك الكثير من الدعاة إلى الله تعالى يرون في مسألة كونهم قليل المال نعمة لأنها تفرغهم للدعوة إلى الله إذا المقصود والنتيجة للدعوة لهم يتخط أن الداعية إلى الله إذا كان غنياً لا ينبغي أن يلفت انتباه الناس إليه فيشيروا عنده الصيارة عنده كذا عنده الدارة عنده كذا ما دم غنياً بقلبه ويستثمر هذا المال والدنيا في طاعة الله والدعوة إلى الله هذه المسألة الحمد لله مع الدعاة ما ننقوش لهين مع هذه القشور هذاك العالم دار هذيك هذاك العالم دار هذيك ماله عنده الفيلا ماله عنده كذا إذا لم يتمتع العالم الداعية إلى الله تعالى بهذا ويعتبرها من سعادة العبد في الدنيا الدار الواسع والمركب الهاني والزوجة الصالحة والأولاد الأبرار والجار الصالح كلها من سعادة المرء في الدنيا أي تعين المؤمنة على طاعة الله وقد قال رسول الله صل عليه نعم المال الصالح بيد الرجل الصالح بيد نعم المال الصالح المهم أن يكون المال حلالاً صالحاً لا يكون من شبهة ولا من خبيث فهو نعم المال النبي يمدح المال الطيب إذا كان في يد الرجل المؤمن حسن ما يكون في الد الكافر فيستعمل المال لمحاربة الدعوة المؤمن الداعية المال عنده في الده يخدم به الدعوة وعدو الله اللي عنده المال يخدم المال في تعطيل الدعوة ومحاربة الدعوة شتان بين الأمرين شتان ثم لا نقف أيضا عند الداعية الفقير وقالوا يقولوا هذاك رأيتم الشغل على البسكليت هذاك ما تسمعونه هذاك كذا فهي أيضا نعمة بالنسبة إليه لأن ذلك يفرغه تماما لدعوته إلى الله تعالى شوفوا أحبابي شوف إن كثيرا من الأحاديث التي جمعها الإمام المنذري في كتاب الترغيب والطرهيب جمع حاديثة كثيرة تمدح الفقر وتمدح الفقراء وعندما يتحدث عن الغني في الإسلام يوردون أحاديث معلولة يقولون إن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنياه وخمسمائة سنة مزيان ويقولون إن عبد الرحمن بن عوفة أحد العشر المبشرين بالجنة يدخل الجنة حموا لأنه رزق الماء فيرد الإمام الغزالي رحمه الله حكيم الدعاة فيقول هذا يناقض توجه الإسلام كتابا وسنة ليس هناك مذمة للمال بذاته المال لا يذم بذاته إنما يذم الإنسان الذي يملكه المال ويصير عبدا للمال المال وسيل لخدمة الدين فكيف يذم المال فإذا تركنا والعياذ بالله المال والعمل فأخذها أعداء الله عاملوا وعنتجوا ثم صرنا متخلفين وصار المسلمون عالة على عداهم أن يمكن لمن يكون قوته يعتمد فيه على عدوه أن يكون حرا أن يدعو إلى الله أنتم بهذا الفهم السقيمي لكتاب الله وسنة رسول الله تشجعون الأمة على أن تنسحب من الدنيا ألم يجعلكم الله خلفاء لا ألم يجعلكم الله مستعمرين للأرض لكي تبنوا حضارة ومن جملة ما في الحضارة المال قوام الحياة قوام الأعمال ولذلك الله تعالى دائما يمدح المجاهدين ويعطي الأولوية للجهاد بالمال قبل النفس جاهدوا بأموالكم وأنفسكم كيف يمكن أن تجاهد بالمال وأنت لا تمتلكه فهذه لحاديث ينبغي أن تقرأ في ضوء منظومة الإسلام المتكاملة شكرا يولي المال مش يمزين في حقه شكرا هو اللي تغلبوا اللي ما عنده إيمان اللي ما عنده إيمان لغادي والعيد من المال يغلبوا ويصيروا عبداً للمال ويلحثوا وراء المال ويستعملوا المال لشهواته فيكون المال زاده إلى النار أما العالم أما الداعية ما شهل العالم زعم العالم زعم العالم ركاين العالم اللي ادهى المال العالم كيدا وكي يقول سيدر بصعواته عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى نار هذا عالم أخلد إلى نار أراد بالعلم الدنيا فأخلد إلى الأرصار عياذاً بالله لا ينظروا إلا إلى الأرض إلا إلى الشهوات فهذا عياذاً بالله مثله كمثل الكل إذن ليس المال زيد مذموماً في ذاته أريد للعالم أن يسمع ليس المال مذموماً في ذاته إنما المال يذموه عندما لا يحسن استثماره في خدمة الأمة والدين هذا عالم وإذلك سيدن بمنين قالوا له نريد أن تكون لك مكان عند الله بأن يكون لك قصر من ذهب وأن يكون لك ضيعات من الفاكهة وأن تكون لك بساتين تتفجر في الأمهار يبقوا وقلوا له هكذا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون غنياً هم كانوا يريدون أن يزنوا قيمة العبد بالمال وهذا هو الخطأ فليس قيمتك عند الله بقدر ما تملك ولكن قيمتك عند الله بقدر ما تقدمني هذا الدين هم حساب لهم باللي القيمة أنتا سيد النبي باش يعرفوا قيمته عند الله يكون عنده السيارة وتكون عنده الفيلا وتكون عنده الله يحفظه ستمائة خدام ولا سبعمية ويكون يكون بين ومنين يجي داخل كاين لي يحلوا السيارة كاين لي يوقف له عند الباب كاين لي هكذا ومنين يخرج يخرج بالكورتيج هذه هي القيمة يعني يكون يقول له قيمتك عند ربي واش انت يتيم قريش وساكن في حجرة لا يستطيع العبد أن يدخلها إلا وقد أثنى ظهره لأنه لو دخلها مستويا لأصاب رأسه الحائط يقول له واش هذه يعني يريدون والعياذ بالله أن يقيموا الناس وأن يحددوا منازل الناس بقدر ما يملكون من الدنيا هذا خطأ هذا خطأ فقيمتك عند ربك بقدر ما تحمل من خير لهذه الأمة وبقدر ما يثمر حبك بقلبك للأمة أعمالا يراها الناس فتبقى ويبقى أثرها بعد موتك هذه القيمة نتعك هذه القيمة نتعك عند سيدا ربي صحنا ثم ثانيا يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الإنسان الداعية إلى الله قبل مكة شوف قبل المدينة كان داعية كان داعية كان غداعية قبل ما يبني الدولة كأن ثمة إشارة تدعو الداعية إلى الله في زمن الاستضعاف لمن تدعوه إلى مال تدعوه إلى مال أنت ما عندك شنفلوس أنت تدعوه إلى الله دعوة تحتاج إلى المال ولا ما تحتاج وتحتاج إلى المال إذن كيف يصنعوا الداعية الذي يجد نفسه مع دعاة فقارة كل نفوح القسف وش دا في الثمانينات اللي كيدعوه لله تعالى حتى وحد ما خدام ويفتحوا لبيوت انتع بعضهم بعض وحتى وحد ما عنده دار وكل شيء دار تعبضه كنا شبابا صغارا ليس لنا بيت نجتمع فيه أي ليس في الدعاة رجل متزوج يملك بيتا يفتح البيت للدعاة كنا حتى إذا ذهبنا لكي نتعلم القرآن في بيت من بيوت إخواننا كان ذلك الأخو هو ابن والد يملك بيتا ولا يملكه هو يعني كنا نمشي عند الناس اللي كبار يعني ما كان شيء وهل تظل الدعوة هكذا يقوم بها أناس ليس لهم أي فلس توحد مخدر معقل عن الشباب من التعالي الثمانينات وآخر السبعينات حينما كنا نقوم بالجلسات نتعلم القرآن وسنة النبي في بيوته المسلمين لم يكن لنا بيت الواحد مستقل نلجأ إليه كل شيء البيوت اللي نمشي هيا البيوت نتعلم ببينين وكان شيء ببين اللي خستات كذب عليه باش يدخل صحابه بتاعنا نعرف بليه واحد الأخ بتاعنا كان فينا شتوب المراني لا نستطيع أن نجتمع في بيته لنتعلم القرآن وسنة سيدي ولدي عدنان علاج حتى يخلي ابوه يسافر ويدخلنا للدار تاي سافر ابوه بيخلش يدخلنا احنا ما كان عدنان يعني هذا اللي عنده الدار كان ببوه ما يبغيش وكنا لا نحظى بدخول بيته لنتعلم ديننا حتى يسافر هذا الأب يقولوا الحمد لله خلاص واليوم شو الحمد لله واليوم تبشر الجامعة وتبشر كذا وتصيب الديار اللي يفتحونك وتصيب الناس سبحانك ومن اللي تفتحت بيوت الناس لا تجدوا من يدخلها ليتعلم الدين رأيناهم يدخلون هذه الديار لا لتعلم الدين ولكن عياذا بالله لأمور أخرى يجتمعوا فيها على الكورة منين تكون تلعب الريال مع البارزة ويجتمعوا فيها والعياذ وبالله باشتفرجوا في الأفلام ويجتمعوا أما أن يجتمعوا فيها ليتعلموا دينهم كي يقول الشباب هذا أمر قليل 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 جدا إذن السؤال الآن إذا كانت دعاة إلى الله بهذه الشاكلة أي كلهم فقراء معوزين يحتاجون ما عندهم ديار ما عندهم فلوس ما عندهم خدمة يبقوا دايما هكذا وإنما يبقى فكان واجبا عليهم أن يمدوا جسور التواصل مع أصحاب المال الله ينبغي للدعوة أن تصل إلى أصحاب المال خاصة للمسلمين لأنك هربوا بالدعاة أصحاب الفلوس والمرفهين دايما عندهم علامة استفهم كانوا بكير على أصحاب الدعوة يسيئون الظن يقولوا لا در لك عندك تمشي هذو إلا مشيت عندهم رأيك تمشي للحبس إلا مشيت عند النهار تسبع للنهار رأي مشيت إلا مشيت عند الغرب مشيت يعني كير في العقول أنت عن الناس فكرة قد ترسخت أن هؤلاء يجب عليهم أن يبتعدوا عن الدعاة إلى الله لأن القربة منهم خطر على حياتهم قد يودي بهم عياذا بالله هذه كانت فكرة في السبعينات والثمانينات ما يقربك حد إذن هما ما يقربك شخايفين وحتى ولده يبقى يقول له عندك تمشي لذلك الجمع اللي في فلان عندك تمشي الجمع اللي في فلان يحذرون حتى أبناءهم أن يجتنبوا المساجد التي يوجد فيها من يفهم الدين على حقيقته يخليه حكذا يا سبحانك يا رب يا سبحانك يا رب زوجي انت عن النساء مشاول اللي قنيطرة يزوروا ولدهم في الحبس وبقود كل مبرة قبل أن يحين موعد زيارة ابنيهما فتقول الواحدة للأخرى ما هو السبب الذي من أجله دخل ولدك إلى السجن تقول له أنا صابوهم علي إخوان صابوهم علي إخوان يعني صابو إخوان كانت بكري تخوف ويا إخوان مسلم والسلام عكذا غير هذا السميات صابوهم علي إخوان وراموا دول الحب صابوا بشي جلسات يتعلم القرآن قلت لها الأخرى أنا الحمد لله أنا الحمد لله أنا بعدها وليدي دخل دخل الحبس لأنه كان شوف كي كانت الفكرة انت على ذوك الناس كيف يبعدون الناس عن الدين لا إلا ذاك اللي يدخل للسجن وهو سكران عارفين با يلا الجريمة انتعوا بسيطة جدا غادي يفوت إن شاء الله وحتى القضي سكايري غادي يفوت ومذيك الباب سكايري غادي يحكم على سكايري باكت بالصحة مسلم جريمة وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيزي الحميد جريمة الإيمان بالله العزيزي الحميد اوه ربي 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 إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا ويضحكون وإذا مروا بهم يتغمزون ولا جريمة الدين ولا جريمة إذن فإذا كانت دعاة إلى الله بحال الله بصلاة عليه وسلم فقاراء ما عندهمش لا ما عندهمش عليهم أن يمدوا جسور التواصل مع الأغنياء علاش علاش لأن الأغنياء أيضا مطلوب من الدعاة أن يدعوهم إلى الله وشهما أغنية ما أغنية ليه ذو كل الولد اللي كانوا بحال أبو بكر الصديق وبحال عثمان ما كانوا شهما أغنى الناس وعبد الرحمن بن عظم ما كانوا شهما أغنى الناس شهما أبو بصلاة عليه وسلم الولد اللي وصل لهم الإيمان واللي يدخل شكوا أبو الأغنياء قبل ما يدخل بيلال قبل ما يدخل خباب البصلاة عليه وسلم في بداية الدعوة انفتحت الدعوة على الأغنياء يا سبحانه على التجاه على التجاه يا سبحان الله فكان واجبا على هؤلاء الدعاة أن يقتهموا العقبة وأن يتواصلوا مع الدعاة علاش لكي ينزعوا من عقولهم ما سبق إلى عقولهم وما رصخ فيها من فكرتي التخوف من الدعاة الدعاة أنا أبغوا غير خير أبغوا غير خير أنا أبغوا لكي يجن أبغوا لكي يجن فكان لأبد من الاتصال بهم والاحتكاك بهم وتعريفهم باش بمهماتنا واسمه رحونا ندعو إلى الله تعالى هذا يكون في نفس اللي لكم كانتم شو ضيعها في شيء شلص ولح لو انكم تستفيدون منها في استثمارها فيما يفيد الدعوة لكان ذلك خيرا لكم انتم اول من يستفيد انتم الاغنياء هم اول من يستفيد بالمشاريع الخيرية الدعوية الى الله تعالى شو اذا هنالك تقصير من الدعاة في التواصل مع الاغنياء لان الاغنياء اذا لم يكونوا قريبين من الدعاة فالسببهم الدعاة يردوا العف روحهم لان احنا اللي مأمورين ان نبلغ ما توقعش وين عيادة بتوسيء الظنة بالنسل تقرب لهم اقول لك الاغنية فجد في الرهم الاغنية فجدرهم غيم عافلة ممتصلش قع بكم ممتصلش قع بكم وانت علش كتقول الاغنية انا ما نبغي مش انا ما نبغي مش ولكن الاخر يقصروا خصم يقربوا لهم خصم يقربوا لهم لان الى كان المجتمعين الاغلية غيم ع واحد السيد احتاج واحد الدعية بعده هذك الدعية لعنده شي تصور خاص انتع الدعوة سيستفيد من الاغنياء في مشروعه هو كما يراه هو فلو ان الاغنياء التقوا بكل الدعاة الى الله سبحانه لانتفعت الدعوة في كل مجالاتها ولا ينتفع مجال واحد كانش دعيا لمعت الصدقة وما يبني الجماعة لا يفوت على فلا ولكن هذك الجيهة هو اسمه هي هذي قد يغيم هجوها مع القرآن هنالك دعاة يمكن ان تستثمر اموال الاغنية فاش في تفريج كوروبات المسلمين لازلنا نصرخ في الناس ان يؤسسوا جمعيات لتزويج الشباب لاجاد العمال للبطالين امور كثيرة تحتاج هالدعوة لو ان الاغنياء انفتح عليهم الدعاة الاخرين لتوزع الاغنياء على كل الدعاة ولا انتفعت كل مشاريع الدعوة الى الله لا مشروع واحد فقط يظن هذا التقصير ديالش ديال الدعاة الى الله تتقصير الدعاة الى الله تعالف ثانيا نقول لكم حاجة ثانيا ان الاغنياء اذا عارفوا حقيقة الدعوة زيه ووثقوا في اهلها وصابوا منهم الصدق والله لترى العجب منهم في الانفاق لا تقدمت الدعوة بشكل كبير انا كنت افتازة عام هو من اخصى بالسنوات الدعوية في حياتي عام ديالتازة سبعة وثمانين وهناك التقيت مع احد الاغنياء الدعاة الى الله حاجة مشتر الله قد صرحوا في الجنة ما رأيت امسانا ما رأيت غنيا متواضعا يخدم دينه كما رأيت هذا الشيخ مقاري موالو ولكن فهم يا اخي يا اخي يا اخي من اللي نهر لو اللي التلتازة وصله الخبر انني جئت من مدينة وجدة وسبقه الخبر انني من الذين يدعون الى الله فبحث عني في اليوم الاول فلم يجدني واستعان بكثير من الناس في اليوم الثاني فوجدني فاخذني الى بيته ومذحللت بمدينة تازة ونحن في بيته ندعو الى الله تعالى يجيب كل شيء الناس وينفق وما من مجال من مجالة الدعوة الا وله فيها بصمة بصمة كان ينفق على اليتام على الارامل كان ينفق على المرضى في المستشفيات كان ينفق على العلم كان ينفق سبحانك رب لان قلس دربي قال لي لقد نذرت لله لقد نذرت لله لو ان الله تعالى رزقني مالا حلالا طيبا لبنيت مسكنا في الدور السفلي ولحبسته لله استقبل فيه من يحتاج الى خيري الدنيا والاخرة اما الدعوة واما واحد القيص نقول لكم نحكي لكم على مسكين هذا السيد هذا الله يرحمه زماء حقيقة لنا السيد عمره ما ننسى ونبخان دعيله الله تلقى ونتلقى يا نوية على الحوض انتع سيد المصر هادا الحاجب هو شتا عجيب امره والله واحد القيص فلات على واحد سكايري سكران مرمي على قارعة الطريق في الليل فاخذه الى بيته الهد السكى الذي نذر لله تعالى ان يبنيه لو وسع الله عليه ثم وسع الله عليه وبنى هذا البيت حقا وصدقا وجعله حقا وصدقا لعابر السبيل قلت لك اخذه الى بيته اغسل له الوش المنتعى ونعسوا مع الصبح صبح من النار جاب له القهوة وكذا الاخر صاب رحوا في بيت نموسية كان بكريبات براه والان يجدوا نفسه فين في بيت ام فرش والنموسية والطلامط الله اكبر فلما انبلج الصبح دخل عليه الحاجبشتة رحمه الله يحمل هذا الطعام ويقدمه له فاستحيا الرجل كله فرانة فره وانا لقى قال له اريك في دارك وما عليك شو ما تخاف شو كذا ارني صبتك وصدقا ربي سبحانه عز وجل امرنا باش نكونوا رحماء واحنا مسلمين ولا اله يا الله محمد رسول الله ما تحشمش اوليدي وجاب له شلال غير الدار وما قال له واش تصلي ولا ما تصليش الله 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 يرحمك على الحاجبوشت الله الله يرحمك ويقدس روحك فاستحيا فتاب الى الله وصار يذهب الى المساجد وبعد اسبوع مات رحمه الله انقذه الله به من الله عاش غي سيمانا تاب غي سيمانا ومات كان عنده عنده حتى لقي الله لقي الله على خاتمة مباركة طيبة يقدم ما تنفتحش على هذا السيادي لي واذلك من يبقوا يقولوا في الدين تعنا وفي بعض الابواب كي يبقوا يسألوا يقولوا ايهما افضل عند الله الغني الشاكر ام الفقير الصابق الفقير بالصفة لا 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 يصبر اللي اعطاله ربي المال واش يشكر اعطاله المال وعايش فقير اعطاله المال وزهد فيه ديره في الخير وذلك الفقير ما زال ما تمتحنش امتحنه الله باش بل فقر وصبر جزا الله وخيرين اما اللي ابتله الله تعالى بالمال ثم شكر فالغني الشاكر افضل عند الله من الغني من الفقير الصابق لانه يشكر يا اخي يشكر يا اخي درجات ولكن الشكر درجات قد تجد فقيرا صابرا خيرا من غني شاكر لان شكره قليل بالنسبة الى الصبر الفقير لكن الغني اللي يكون شاكر بحال سيدنا عثمان من وعفان او اللي عبد الرحمن من وعفان كانت تقوله يدخلوا الجنة حابون كشان الغلط هذا يدخلوا الجنة مع الاوائل هذو كل يسبقهم الفقراء يوم القيمة يدخلوا الجنة قبل بالاقنية بخمسمائة عام هم الاغنية الذين حبسهم واسمه الجد واسمع حبسهم حساب المال الكثير الذي رزقوه فلم يستثمروه في الطاعة اما اللي اعطلوا ربي المال ودعوه في الدوم ثم صلتوا على هلكاته في الحق كيف يحاسب يا اخي اللي عنده اعطها الرب سيرفعه الله قبل الاولين يا اخي مش رجل يقول ده مش كون يولي تحاسب اللي اعطلوا ربي المال ويبقى مزير يدخل غيب شوية شوية يخرج غيز الزاكات هو حابس الأخر Except that وحابس الأخر هذا كيف حبستو ؟ يحابسك أم أنه محبس كيف يحبسوه من لم يحبسه في؟ نشان واحدا لا 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 والاش كان من العشر المبشري بالجنة والاش كانوا علاش والاش الأغنياء كانوا من العشر المبشري وعلاش ابو بكر من العشرة وهو اول من يدخلوا الجنة fuels غني والخرين العاشرة كلهم اغنياء هم اول من يدخلوا الجنة بعد الانبياء عمر عثمان عبدالرحمن كله كله قلع بهم سيدنا علي سبحانك يا رب سبحانك باش تبدل الفكرة انت على الناس فعل الدعاة ان ينفتحوا على الاغنياء لان هذا فيه تصحيح لصورة الاغنياء عن الدعاة ولان فيه مصلحة للاغنياء حينما ينفقون في سبيل الدعوة ومصلحة الدعاة الى الله تعالى حينما يقتربوا وثالثا لانهم حينما ينفتحون على الاغنياء يجدون ان كثير من الاغنياء هم من اطيب خلق الله ومن احب الخلق الى الله تعالى ويحبون الدعوة الى الله انا من انبقى نشوف العمل دي الخير وهذا الشي اللي كيدره كيدره الناس اللي لبس عليهم واسه ويقول لك ودي احنا غيمة صبناش فاش نتيقوا نحن لم نجد من نثق فيه لو وجدنا من نثق فيه لا انفقنا بغير حساب اخوة يقول لك لما رحنا نجمع سدي لما رحنا نجمعه لا لا يخلي الورث ما يورث نحن نريد ان نلقى الله تعالى على خير كثير هذا من يكون داعية واسمه فقير وفي اليد دعوة وحينما تصير الدعوة الى الله وتتحول الى دولة كيف المدينة اصبح من الان مشي فقير اصبح عنده دولة كما الان حركة انتقلت ماشي من فترة الدعوة الى فترة الدولة البارح البارح صوتوا على صوته البارح صوته كيف يتعاملون مع الاغنية هناك توجس كثير وكبير مناش ممن يسمون مشكلهما مؤسسة المقاولين المقاولين الأغنية ممن يقول لك هذو غادي يجيو هذ الاخوان غادي يجيو وغادي يريدون ان يفرضوا علينا الضرائب وا 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 ولذلك يسمون مهربوا في الوسنا السويسرا كما هربوهم تعرفوا بايلة تلتاشر مليار دولار اتحربت في ثلت ايام في مصر لما سقط طاهوت شكو مبار ولا زالت الاموال الان تخرجوا من مصر وتمشي لهي علاش خايفين الناس خايفين هذو شكون هما خايفين ما يعونوش هذه الحركة الاغنية هم علاش الاغنية يخافوا بزاف علاش لاننا عندهم الفلوس وهي شيء مع الفلوس يقول لك انا حياتي كاملة وانا نعرق وجمعت الفلوس وهذا النظام ما فيش استقرار انا لا اله يا الله ندي هالفلوس انتعي لي مكان فيه الاستقرار اخويا باش نبقان ضمن الفلوس انتعي ايجي وهل واقش ما تعرف قواسمو يديرو فيهربون الاموال والحكام كاملين دي الله عرب كاملين كل شي عندهم الاموال فيه مهربينهم في اوروبا وامريكيا بالملايير بالملايير مهربينهم الناس ما تيقاش وكي يكثر من ذاك الشي ما شي مهرب غير المال واسموني حتى الجنسيان بدلها عنده جنسيان مغربي سبنيولي مغربي وطالياني لانه يقول لك انا انا وهي جنسيات سيب عنده ثلاثة تلقت معا واحد خويا في فرنسا اه صبت عنده ثلاثة انتعي الجنسيات مغربي واسباني مغربي واسباني وفرنسي قلت لها سيو كدرت لها انتزر قلت لك انا مغربي زايد في المغربي وانا سبنيولي لاني عندي الصورة في مصبنيولة وفرنساوي انا عايش في فرنسا هو مسؤول تواح المسجد كبير في باريس عنده ثلاثة متاع الجنسيات قلت له احلي لي هذي شي عدتا في فرنسا ببالي وكرك في المغربي لو كازة السادسة ولا السبعة لان المغربي شو انت ده الناس صغير اصحاب الفلوس مهرب فلوسي وعندور بحانة تاع الجنسيات يا ربي يا ربي شوف لهذا الاشكال هذا الناس خايفة على فلوساس ومنين يجيوا الناس دلت دعاة وما ينجحوا يقول لها ايه جيد الخوف يا ربي هذي ما عدت اسم رام جيد يا مولانا الكريم انا طير فكان لابد على الدعوة اذا وصلت الى الدولة دولة الهداية ان تطمئن هؤلاء ان تطمئنهم هم خير لكم من كل الناس هم شركاؤكم في بناء البلاد ستربحون معهم اكثر ستربحون في الدنيا والاخر ان كنتم تربحون مع الاخرين في الدنيا فقط لان ما يجرش عليكم الضرائب ولان عندكم الدخلات ولانك الدخل بذاك لانك يرفعوا عليكم هذو قادي تربحوا فاعل غير في الدنيا وغادي تجمعوا وتموتوا تخليهم كل شيء ولا عيادوا بلا ما شو تحسبوا عليهم اما هؤلاء ان صح ان كنتم صادقين فستربحون معهم في الدنيا لاش لانهم صادقين فيما يقولون وما يعيدون الناس ثانيا انكم تربحون في الاخرة لانكم ان شاء الله تعالى ستوظفون عموالكم في بلدكم وستحققون بذلك العمل الخيرات للبلاد وسيعطيكم الله اجر استثماركم العموال في بلادكم اليس من يحارب الفقر كمن يحارب الكفر الم يقل رسول الله كاد الفقر ان يكون كفرا اذا كنت انت توظف مالك في بلدك وتشغلوا الناس ويمشوا هذ ناس يتزوجوا ويدروا ديار وتولي ان شاء الله انت وفرت لهم ان شاء الله المصدر ديال العيش باش ما يحرقوش باش يحبوا بلادهم اليس ذلك من جلائل الاعمال التي تفتقدها الامم يا الله بلى والله بلى بلى والله ولذلك هذا الناس هذا من يصلوا للدولة هي دولة هدايا وليس الدولة جبايا الضرائب ان شاء الله ستنخفض ولكن مدخولها غادي يزيد علاج لان الضريبة انما تضرب على المسلمين كافة بمنطق العدالة ماشي واحد يدال عليه ونخر ما يخلص تعرفوا بقى اللي النظام الضريبي في المغرب حط على الفقاراء ومخلي الاغنياء وتعرفوا علش الاغنياء ما يدالش عليهم الضرائب لانهم عندهم زواج مع اصحاب السلطة هذوق اصحاب السلطة يقسموا معاهم يعني السلطة تزوجت بالمال والتقى الاغنياء اصحاب الاموال مع اصحاب الكراسي وتوحدت مصلحتهم واصبحوا يتفقون على كل شيء لخدمة مصلحتهم وملا مصلحة البلد اما هذون لا ما غني يدالكم ستا في المية وعشرة في المية اللي كي يقول لكم الوزير ايه لا بغي تدالهم شروعة تاني خمسطاش في المية هذو اللي جاول الحكومة لا نوزكيهم على الله لن يأخذوا منكم لا خمسة في المية ولا اربعة في المية ولا وهذا ربح كبير في رؤوس اموالكم ويزيدكم اطمئنانا ويزيدكم محبة لبلدكم ويدعوكم لارجاع الاموال التي اخرجتموها واستودعتموها بنوك بلاد غربية لا تتفقوا في مشروعنا ولا مع مصالحنا وتأتون بها الى بلدكم لكي تستثمروها وتربحوا في الدنيا ولا خير إذن كاين طمئنين يطمئنوكم وإن شاء الله تعالى كينوحك شيء إشارات إيجابية للمقاولين في المغرب لهذه الحكومة كاي إشارة إيجابية قالوا أصدحنا رح نجتمعنا مع هذه الناس ورح نمت تفقين معهم سبحان الله وحنا نمت تفقين معهم على محاربة اقتصاد الريع هكذا هما كيقولوا هما بذاته يقولوا نستشعر الطمئنينة في هذه الحكومة أكثر مما كنا نشعر بها في الحكومات السابقة يا الله هذه إشارة إيجابية هذه إشارة إيجابية سبحان الله إذن فالالتقاء مع هؤلاء على خدمة البلد واجب وطمعنتهم واجب ثالثا إن الحكومة مدعوة حتى تقنع غير المقتنعين بمشروعها من أصحاب الأموال إنها مدعوة أيضا لإقامة ما يسمى بالشباكي الواحد يجي السيد عنده الفلوس وغير يستثنون عندنا وكان يهرب باش البيروقراطية الإدارية يمشي لميات إدارة باش يجمع الملف انتع مشروع يا أخوتنا راحنا في القرن واحد وعشرين يا ابن عمي الناس تقدر تمشي لشي بلاد وتدير شي مشروع تمشي البير واحد شبك واحد تجمع فيه كل شيء الميلف لا انتع الظرائب ولا انتع المالية ولا انتع المشروع ولا انتع المسائل الاجتماعية كلها في بير واحد اولا في باطمة وحدة يلتقي في باطمة وحدة مع كل المصالح ما يمشيش من فاس للربط للدربضة جري هذي يجيب يعجزوا في حطيها ربا صاحبي ابغينا تسهيل المساطر الإدارية لاستقبال الماغنية لاستثمار عموالهم في البلاد في المغرب مستعمرة بدتها سبنيول كي تشوفوا همليليا تطلعوا الفوق في ذيك الاخر ذاك الجبل تطلعوا تشوفوا همليليا البناية الكبيرة كاي يقولك تعرفوا اسم ديك البناية اللي يفلس قلوا ما نعرف هاش هذيك هي البناية اللي كيمشي لها الإنسان من ينبغي يخدم أي خدمة اللي يبغي دير شي مشروع يемشي لديك البناية فيها كل شي المصالح المصلحه انت على الضرائب المصلحه انت على الداخلية المصلح أي كل ورقة اللي كيتطلبها الميلف انت على المشروع انتعك إلا ويجد مصلحة في تلك البناية فهو لا يذتر للخروج من تلك البناية حتى يخرج بعد نص عالمي ده بابا واشجعك احنا يا صاحبك اجي هنا شاركة قداش انت عم غاربة وغيرهم ويبقوا حاصلين في الروتون الاداري الداخل الى الادارة مفقود والخارج ومنها مولود وحين يفاجأوا بأن الوزير يطلب منه 16 فالمياه انت على المشروع باش يسني له يخرج الفلوس انت عاو يمشي لتونس كان يمشي لتونس كان يمشي لتونس يوظفوا ماله ويمشي لبلدان اخرى يوظفوا ماله يمشي لمن يمشي لدول الاسيوية النمور الاسيوية عندها جذب جذب المستثمرين عندها بيئة تجذب المستثمرين كل شي سهل تمشي لدول اخرى دول امريكا الجنوبية البرازيل المكسيك تصيب منطقة جذب للاستثمار لانه ما عنده حتى شي اشكال يمشي تمام الملف يسيروا بسرعة اما يجي المغرب وتصيب تالي الشوش تالي في الادارة تخصر معا قبل ما تدخل عن الادارة هذا غادي يدي فيش يمشي روح هذا الاغنياء عندهم الحق في هذه النقطة عندهم الحق فعلى هؤلاء الذين كانوا يمارسون الدعوة وآلت اليهم الدولة ان يكونوا او ان يبادروا باصلاح الادارة عاجلا بحيث يوفر لاصحاب الاموال الادارة التي تجمع كل المصالح او ما يسمى بالشباك الواحد لتيسير مسألة استثمار الاغنياء اموالهم في البلاد هذه رسالة للحكومة رسالة لا اله الا الله محمد رسول الله اذا فرسول الله صلوا عليه حينما طلبوا منه ان يكون غنيا فيه ابعاد ان تكون غني القلب ثم بعد ذلك ان كنت غني اليد ام فقيرا لا يذرك لكن هذا لا يعفيك ان تتصل بالاغنياء لانهم اولا هم فئة المستهدف عليك ان تدعوهم الى الله فعيب على الدعاة ان يظل مفصولين على الطبق الغنية ثانيا ان الاغنياء فيهم خير كثير لانهم مؤمنون ثالثا لان اصحاب رسول الله الذين يدخلون الجنة بغني حساب هم اكثرهم اغنياء رابعا ان الاغنياء يفيدون الدعوة بشكل كبير لان قوام الدعوة والاعمال هو المال ولا غنى لامة عن المال الحلال والله جعل الجهاد بالمال اسبق على الجهاد بالنفس واما اذا ارث اليهم الدولة فعليهم ان يطمئنوهم وان يجروا اصلاحات ادارية وضريبية تتميز بالسلاسة والسهولة واليسر للدخول الى عالم الاستثمار وتتميز ايضا بالعدالة حتى يطمئن الناس الى ان العدالة تشمل الجميع ان لا يستفيد البعض عياذا بالله بالانتهازية ثم ثم يظلم الاخر هذا كله كان حول هذه المسألة مسألة انهم طلبوا من رسول الله ان تكون له هذه المسائل باش يكون داعية الى الله هذه كلها بما توحي بهذه الفكرة الله ثم طلبوا بعد ذلك من رسول الله طلب اللي غدين خلوا ان شاء الله للمرة الجاية طلبوا من حبيبنا صلوا عليه زيد واسموا طلبوا منه باش تكون ما كانت عن الله طلبوا منه تكون عنده قصر من ذهب وطلبوا منه تكون عنده جنانات وطلبوا عنده تكون ارض تتفجر بالانهار واسموا طلبوا منه عودك حاجة كبيرة باسموية ان يحيي الموتى وقالوا له ونحن نريد منك ان تسأل ربك ان يحيي لنا قصية ابن كلاب نحد له احت الرجل لاننا نعرفه بالصدق فهو رجل صدق حتى اذا احياه الله فسألناه عن حقيقة البعث اجابنا فنصدقه ايلا انت اجيب شي واحد ميت ما شي صدقك فليكن قصي ابن كلاب احيي لنا الموتى يا الله قطعت به الارض او كل ما به الموتى اه كلم لنا الموتى لنكلمه لنعرفه مزاعمك ان كنت صادقا فشيشهد لك الموتى لان اللي ما تقلق شافه شافه احنا ما شفناش مين غادي جيرهم السيد بالآخرة ويخبرهم اش من فائدة انت الايمان باليوم الاخر واش من فائدة بالايمان بالغيب جا اش من فائدة اه لم تكن هنالك مسائل غيبية حاضرة وحضرت بقوة لم يؤمنوا بها حتى يطلبوا ان يؤتى لهم بالموتى مسائل كثير غيبية ومن اكثر المسائل الغيبية اللي يعيشوا اسمه هي القرآن الذي ينزل من السماء اه لم يكفيهم ان انزلنا اليهم الكتابة يتلى عليهم مسائل غيبية محمد صلى الله عليه وسلم ما قرأ امت امي فكيف يقول كل هذا الكلام هذه مسائل غيبية ولكن ارى ان عقارب الساعة قد زحفت فسنتحدث ان شاء الله تعالى عن احياء الموتى في سيرة حبيبنا رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحيي الموتى بمعنى انه سأل الراها ليحيي لهم الميت ولكن احياء الموتى بطريقة اخرى كيف احياء الموتى النبي صلى الله عليه وسلم كيف احياء الموتى كيف احياء الموتى ها ها عليه الصلاة والسلام كيف احياء النبي صلى الله عليه وسلم أحياهم كيف أحياهم بالإيمان أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَا اللي كان في الجاهلية انترك مية اللي ما أمش بالله رامية اللي قلبه مقطوع الله مقطوع عليه الحياة لأن القرآن روح وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وللإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء أحياه الله تعالى باش بالروح الروح الحقيقي ينتعى الروح أما الحياة دي الجساد تكون والشرب هذه راح نمش تركين فيها مع البهائم مع الدواب إلا غي يكون والشرب وما تعش الإسلام أنت ميت أنت ميت في صورة حي تشترك مع الحي فاش في الحياة البيولوجية التي تشترك فيها مع البهائم أما الحياة الحقيقية الروحية حياة القلب انشراح الصدر الإيمان فأنت من هذه الناحية ميت ميت إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصمد علش قالهم الموتى يا رب علش قال ما تسمعها مش لأن آذانهم عليها وق وأعينهم عليها حجاب فأعينهم لا تعتبر وأذانهم لا تسمعوا الحق وقلوبهم لا تفقهوا الحق هم ميتين يكلوا الشرب ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كلا نعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون لك قال ناس در بأولئك كلا نعام هذه تكفي ولك قال ناس در بأولئك كلا نعام أضل من الأنعام أضل من البقرة أضل من المعزة أضل من الزواحف لأن عطل وسائل الإدراك عطل السمع فلا يسمع الحق عطل البصر فلا ينظر باعتبار عطل القلب فلا يفقه عطل العقل فلا يتدبر إذن عملية إحياء لدرها النبي صلى الله عليه وسلم سنتحدث عنها إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء في اللقاء القادم عندي إن شاء الله تعالى في كل لقاء إن شاء الله تعالى كلمات مقتضبة أولا بعدها الأخت الزوج ديالها شكابها وكانوا قد يديوها البوليس من الضار ديالها وهذا كشي ودخلت جمعية منصور ذهبي فنسأل الله أن يفرج عنها اللهم يفرج عنها الأبواب ديال الاستجابة في الجمع وعرها مفتوحة الله يفرج عليها يفرج على جميع من ضغط به يا رب يا رب يا رب يا رب أريها الخير عاجل غير عاجل طلب الله تعالى يهدي الزوج ويهدي جميعها وصل الله على حال القضية الأولى أما القضية الأولى فإنني من مسجد التوابين أرفع تعازية ومواساة الحارة للأخ الطالب زيدون عبدالوهاب 27 سنة المنتمي لمجموعة الأطر العليا 180 إطار تقريبا المقصيين من محظر 20 يوليوس أقدم تعازية بسبب وفاته من جراء ما تعرض له من حرق أعزي والدي الله يعظم أجركم يا الواليد وأعزي هذه المجموعة كلها في هذا الأخ الذي وافته المنية في المستشفى نهار ثلاثة الفيتر الله يرحمه بالسعالي وإن كنت قد شددت في مسألة تعاطي لحرق الذات وقلت إن هذا عمل غير مشروع حرام وطفق الكثير ممن يكتب إلي عبر البريد الإلكتروني أنك تخاطب هؤلاء خطابا قاسيا في حين لا توجه هذا الخطاب لمن ظلمهم سمعوا يا أخوتي أنا ريجوتك في الأول الظلم مش يملع والظلم كما كان دير ينبغي أن يقول له يا ظالم لكن لا ينبغي أبدا 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 أن تضحي بنفسك أطلب حقوقك أنا معاك في حقك أطلب حقك بالطرق المشروعة لكن لماذا تقتل نفسك ألفت أنت الخاسر ده اللي خسرت يا صاحبي احنا نطلبونهم الرحميات وكنك نقوله يا صاحبي طلب حقك أصبر يا صاحبي يجريش تحلق روحك وأسأل الله لأخويه في مستشفى بن سيناء الشفاء العاجل محمود الهواش وعمر عكاوي أسأل الله أن يفرج عنهم وأن يعجل لهم بالشفاء شو يقول رينا راحنا ما بغينا شيء أن تنتشر هذه الثقافة الإنسان قال تقهر في شيء حاجين في شيء حالك روحه آه صاحبي مالك وره الصبر وره الأمل وره التفاؤل سيد المسلع السلم كان يحاصر في المدينة بالأحزاب وكان الصحابي لا يزرؤوا عن يخرج لقضايا حاجته من شدة الخوف وشدة القر وشدة الجوع وكانوا يربطون الحجر على البطون ويذهبون إلى قائدهم فيرونه قد ربط الحجرين ويقول لقد مر اليوم واليومان والثلاثة أيام ما دخل أبدا في جوفه صلى الله عليه وسلم طعام يا صاحبي سيد يكون غادي يموت 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 يجوز لك شرع باش تكون الحرام اضطرارا لكي تزهق النفس حتى لا تموت هذا البدن هو بنيان والله لا يجوز لأحد أن يهدمه بغير حق أقولها وأو كررها وأنا مشي أنا اللي قلتها قالها يا ربي وقالها وش أنا قلتش حاجة من عندي بقى خاطركم ياك زي ماينا مريش معاكم في حقكم ياك زي ماينا موفتش جعفة في البيت طالة أنا ما عشش البيت طالة ياك أنا ما عشش نبيع البيض ياك أنا ما عشش سكوم هكذا سكوم نقلعون بشي للطرق ونبيع سكوم ياك انت عرفت حياتي اللي كانت تقول لك الكلام انت عرفت ما فعلت وما صنعت في البادية كنت رجت سمولة ونبيحها وندقها ونبيحها في السوق مش نعيش أنا أولا لا 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 أقوى انت صافح حكمت على السيد راب على يا أخي الله لا الله يرحملك الوالد يدير يدير كل حاجة وأرضه الله واسعة وما يحرقش روحه شوفوا هذه النتيجة أحرق بالأمس نفسه بالأمس قام شخص بمحكمة قلعة السراغنة وفي القاعة بإضرام النار على نفسه بعد أن أكب على جسدي خمس لترات من البنسين هل شوفين قلتوا نوصلوا هذا مشي عن الخدمة انتم معاً لخدمة هذا مشي عن الخدمة هذا هذا ظلمه ولما طالت المسطرة انتع استعادة الحق ما أصبر شاهد وها هو يلجأ في قاعة المحكمة وفي جلسة رسمية عالانية بأن يصب البنزين على بدل هذه رهاءة ثقافة ما شدت على المسلمين أخي لا در تركهم أشهد شي أشهد شي من سن سنة سيئة كان عليه وجرها ووجروا من عمل بها إلى يوم القيام الله يهديكم أولادي الله يهديكم وأنا أشوف وأنا يوسمون طلبكم أنطلبوا الله تعالى يفرج عليكم ويكما حسب لك لحنا ما بغينش باش تخدموا ولا ما بغيش يا ودي اللي مكاسمنا أرفدكم كل شي على ظهرنا وقسموا بالله لو كنصب روحينا هو التالي في المسلمين كل شي الناس عايشة وكون صب أنا يا زبال في بلد منتع المسلمين نغسل لهم المراحظ يا صعبي أنا المسلم عزيز عند ربي المسلم رأى أعظم حرمة من الكعبة يا صعبي يا صحبي يسيد النبي حبيبنا يهجر ذيك مكاوي يقول لها يا أحب البلاد إلى الله ما أعظمك وما أعظم حرمتك وإن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك يا صعبي ما بغيتش على ذاك الجاسد ديالك اللي هو أمنة ربي عندك باش تحرقه يا صعبي علاش علاش يا صحبي علاش لماذا علاش رأى زوال السماوات والأرض وأهون عند الله من الاعتداء على نفسي يا أخويا رأى ربي اللي قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة رأى سيد النبي يقول لك من تحس سما فسمه في يده يتحساه في نارج خالدا مخلدا هو اللي يقول من ترد من شاهق فهو يترد من شاهق في الناق خالد مخلدا رأى ما قلت أنا والو رأى حرام هالشي رأى المطالبة بالحقوق ينبغي أن يصبر الإنسان يثبت الإنسان على حقوق كيف تقضي على نفسك واخدم الظلمة أنت تخدم الظلمة بهذا الأسلوب الموضوع الثاني رسالة من سوريا في البريد الإلكتروني يقول الإخوان في سوريا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أرض الرباط بلاد الشام إلى المغرب الأخصى أشكركم فضيلة الشيخ على جهودكم أما بعد فإني أود منك خاصة أن تلقي خطبة عن إخوانك في سوريا بعد أن طال حكما مصيريين عندنا كل صغير وكبير شيخ وامرأة ونحن صابرون لقد سمعنا منك خطبا عن إخواننا في ليبيا ومصر وتونس ولم نسمع عنك خطبة تتحدث فيها عن معاناة المرابطين على أرض الشام نحن ونستسمحك نعلم أن الفرج من عند الله شو لا إلهي الله ولكن نريد من المسلمين أن يطبطبوا علينا لنعلم أنهم معنا الله خاصة بعد أن تم كشف مؤامرات كبيرة من العرب على الشعب السوري الأعزل المظلوم فأرجو من سماحاتكم أن تخصصوا خطبة كاملة عن كل ما يحدث في سوريا والدعاء لنا بالفرج القريب وشكرا لكم والسلام أخوكم في اللقصي من سوريا أولا أنتم تاج على رؤوسنا يا أهل الشام أنتم نبوعة رسول الله لقد قال فيكم رسول الله لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذ لهم ولا من خاذ قال أين قال عند أكناف بيت المقدس وفي بيت المقدس وذكر أرض الشام أنها أرض الرباط إلى يوم القيامة وذكر الله أن أرض الشام أرض المباركة سبحان الذي أسرى بعبده ليلى من المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله أنتم أعطيتم دروسا فيه التضحية والفداء وعنتم رأس الحربة في الدفاع عن مشروع الأمة أنتم مرابطون أنتم الفئة المنصورة أنتم إن شاء الله من سيحرك المسلمين كما حرك أهل فلسطين المسلمين أنتم للأمة مثل المحرك للسيارة لا تنتظروا من العرب أن يتحرك لكي ينصركم فعنتم منصورون من الله وأنتم الذين ترفعون إن شاء الله تعالى العنة عن الأمة بصبركم وجهادكم كما فعل إخوانكم في الشام في بلاد غزة قال لي أحد في مكة لماذا لا تدعو معنا لماذا لا تنس قلت يا أخي الحي هو الذي ينصر الميت أنتم الأحياء ونحن الأموات نحن نحتاج منكم أن تنس قال كيف قال لأنني لم أر حيا فوق الأرض حقيقة إلا أنتم لأنكم أنتم الوحيد الذي قلتم لأمريكا لا وأنتم الوحيد الذين رفضتم الجلوسة مع الصهينة الذين لازلت أيادهم تتقطروا بدماء المسلمين أنتم أنتم الذين قلتم لن نعترف بإسرائيل أنتم هم الذين يحيي الله بكم الأمة ثانيا التعويل على العرب قصة فجة فالعرب قبل الإسلام صفر والعرب بلا إسلام صفر تتناوشهم التفريقة والمصارح الخاصة ووالله لن يكون للعربي ما كان تحت الشمس إلا إذا اصطلحوا مع الله وعادوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله وإذلك هذه الاجتماعات التي على العرب واش بقيلهم يا عباد الله شهروا المراقبين يشوفوا ومنين داروا التقرير الداب بيقال لهم احنا ما شفناوالهم الإرهاب جاي من الواغش ما شي شيء بالنظام العالم كله كله يرى ما يقع لإخواننا من مجازر واللجنة المراقبين التي أرسلتها الجامعة العربية هي الوحيدة التي لم ترى ولم تسمع لأنها كانت تأكل اللحمة على دماء جماجم ضحايا الإرهاب النصيري دهي لا ترى ولا تبصر ثالثا النفاق الغربي لعبة الأمم روسيا تتحفظ أمريكاني وما زال تعرفوا بلي كان واحد التقرير كيقول خلس سوريا يبقى في هذاك النظام يحكم لأنه ليس لدينا نظام خدمنا وبرد جبحة ما يسمى بجبل الشيخ والجولان كهذا النظام لأنه لو سقط هذا النظام من عرفوا شكون يجي ما كاش ليخدم إسرائيل والصحينا بحال هذا النظام هذا النظام الخبيث الذي أحسن التعامل واللعب على الحبلين كيقولهم أنا هو اللي كان تميل دول ما يسمى بالصد ما أنا عارف كي اسميه بلاد ما عارف المقاومة ولكن شوفوا الحقيقة شوفوا الحقيقة ولذلك إن شاء الله تعالى أنتم هتوكلوا على الله وانتظموا في الداخل وثالثا أيدوا الجيش الحر والله لن يقلع هذا الكافر الفاسق الفاجر ونظامه إلا بالنار والنار دعا خطف فندعو الجيش في سوريا أن ينطفظ وأن يتخلى عن هذا المستبد ويؤيد الجيش الحر وعلى العرب والمسلمين والجامعة العربية أن تقدم له السلاح قبل ما يدخل الناطو أن تقدم له السلاح هذا هو الدعم الحقيقي في هذا الوقت العالم كله لا يريد لهذا النظام أن يسقط ورابعا أبشروا فقد فضح الله بكم إيران والشيعة سمعت هذا الصباح تقارير في كل القنوات تقول استطاع الجيش الحر أن يقبض على قوات الحرس الثوري يداهمون البيوت ويقتلون الأطفال والنساء لأن اليهود ما يقدرواش يدخلون الدار ويقتلون الأطفال شكلهما اللي عندهم حقد كبير على أهل السنة إنهم الروافض عليهم من الله ما يستحقوا قبضوهم ووروهم البازيش جهاز المخابرة الإيراني حزب الله حزب الشيطان عداء الله وعداء رسول الله فضحهم الله بكم يا أهل الشام مكلة الأمم غالطة فيكم غالطة فيكم قال الله منشت الأسرة اللي فيها 14 قتلوها كاملة وفيها الأطفال قلت أقسموا بالله لهذه الشيعة الباطنية أقسموا بالله لإنها إيران 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 التي ينص دستورها على أنها دولة بنيعنا الطائفة الشيعية أهل السنة في بلوشستان ما عندهوش الجامعة ما يخدموش التزبالين كان 16 مليون في 60 مليون ما يخدمش التزبال في البلدية السنة ما كانش ما كانش الخدمة كلهم مهم شيء بش عارفوا له ولذلك نحن نجاوبك في التالي أنا ما نقدرش ندير الخطبة رهم ما نعيني يسيقوصي تعرف علاش ما دلش الخطبة على سوريا من لي بدات سوريا دير الانتفاضة أنا قالوا لي ريض في المغرب قلت لي وزارة الأوقافكي بدات سوريا أنت ريضي ما دلش الخطبة راني بريغ وذلك هذا درس راني كان والله ما أنساكم في كل دعاء غد دعوك والله لن أنسى أهل الشام وأهل فلسطين في كل مجمع في كل تقصيرات دائما يا رب انصر إخوتنا في فلسطين وسوريا أرفع أيديكم تحقيقا لرسالة المرابطين في الشام يا رب انصر إخوتنا في سوريا على هذا المستبد الظالم ومظامه الفاجر اللهم عليك ببشار وبنظام بشار وبجند بشار وبمال بشار وبأرض بشار اللهم اخصف بهم الأرض أسقط عليهم كسفا من السماء أرينا فيهم عجائب وقدرتك عاجل غير عاجل رفتوا ديكم للسماء حظروا قلبكم يا رب اليوم يوم جمعة والساعة وساعة استجابة يا رب عليك ببشار وعليك بنظام ببشار أرينا فيه العجائب عاجلا غير عاجل فقد امتلأت الصدور غيظا إخواننا يقتلون بالعشرات باثنين وسبعين عمرو ش تشيدوا لك تقتل بالمسلمين اتنين وسبعين هذا حاكم يقتل الشعب اتنين وسبعين في النهار واحد النهار قتل مية وخمسية مية وخمسية كايش يجي كايش يجي لهولاكم كايش فرعون كايش اسمية اللي تصلح لهذا بتغيرها السموة لذكر ربي حتى السموة المذكورين ما تجيش لهذا هذا مجرم هذا فاسق هذا فاجر هذا النظام أسأل الله أن ينكسه عما قريب وصل الله على الحبيب محمد وأسأل الله لخطبائنا ووعاظنا أن يخطبوا في الموضوع وأن يدعوا لإخوانهم ويعاونوا ويتطربوا من هذه الحكومة باش يا أخو يدرنا شي سابين وطريق باش نعاونهم بالفلوس يحتاجوا واش عباد لأرض الشام لأرض الخصبة مع دم ما يكلوا كاي يقولكم بينا تفحمات وهي محاصراء المراسل محاصرون من كل جهة ربعا ياما كلنا قتعنا لنا الماء قتعنا لنا الضو كايش يهودي يقتعنا خطو الماء يقتع لهم الضو يحاصرهم قال لك الامراء ما تقدرش تخرج الراجل ما يقدرش تخرج هل نحن مسلمون أين العاطفة أين الشعور أين كلكم وأنكم أم 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 واحدة أين مثلكم ومثل المؤمنين في تودهم كمثل الجزء الوحيد لا والله لس لنا من هذه المعاني والقيم إلا الكلام إلا الكلام وعند الامتحان كلنا تظهر حقيقة زي في إيماننا اللهم لسنا أقوياء فننتصر ولا ضع ولا أبرياء فنعتذر نعتذر لك يا رب عن إسلامنا وخذلاننا لإخواننا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة